السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحافة تقول معي حسان باصه ونتابع في هذه الجولة توجيهات رئاسية مصرية بتسهيلات لليمنين المقيمين اللواء عيدروس الزبيدي يرأس اجتماعا للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية من الحديدة ميليشيا الحوثي تستهدف تجمعات سكانية وترهب المدنيين ومن يافع القوات الجنوبية ترد بحسن على اعتداءات ميليشيات الحوثي أهلا بكم أحاط الصفير المصري لدى اليمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة لليمنين المقيمين والوافدين إلى الأراضي المصرية وقال الصفير أحمد فاروق أن توجيهات الرئاسية المصرية تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الأخير في القاهرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبة بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين سفير جمهورية مصر العربية للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوضح السفير فاروق أن وزارة الخارجية المصرية والجهاد ذات العلاقة ستعلن تباع عن الآليات والتفاصيل المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمقيمين والوافدين اليمنيين بموجب التوجيهات الرئاسية من جانبه أعرب العليمي خلال اللقاء عن عظيم شكره وتقديره لأخيها الرئيس عبد الفتح السيسي والحكومة المصرية على هذه المبادرة الكريمة ومواقفهم المشهودة في مختلف المراحل والظروف من جانب آخر ترأس اللواع دروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين بقصر المعاشيق بالعاصمة عدن اجتماعا للجنة العليا للإرادة السيادية والمحلية واستمعت اللجنة في مستهل اجتماعها إلى إفادة مقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقع مع الأشقاء في السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والإجراءات المتبقية والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ ونقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي تجديد اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في السعودية مكلفة في السياق رئيس الحكومة ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة والرافع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وأشادت اللجنة في السياق أو في سياق اجتماعها بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة الاتصالات الإماراتية لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة الميليشيات الحوثية وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة استهدفت ميليشي الحوثي الإرهابية صباح اليوم الثلاثة تجمعات سكانية جنوب الحديدة ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين وبحسب ما نقلته وكالة الثاني من ديسمبر الإخبارية عن مصادر محلية أن الميليشي المدعومة إيرانيا استهدفت تجمعات سكانية جنوب مدريتي الجراح والتحيطة مستخدمة قذائف الهون والأسلحة الرشاشة مؤكدة سقوط قذائف بالقرب من منازل المواطنين ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال يأتي ذلك عقب أيام قليلة من استهداف ميليشي الحوثي الإرهابية ثلاث قرى آهلة بالسكان في الحدود الإدارية بين تعز والحديدة وهو قصف ممنهج لإجبار الأهالي على العودة إلى مخيمات النزوح وفي سياق ذلك استشهد مواطنان بانفجار لغم من مخلفات ميليشي الحوثي في الحديدة وفق مصادر محلية بأن لغم زرعته ميليشي الحوثي في منطقة الحاءة جنوب الدريهمي انفاجر بالمواطنين الاثنين ما أسفر عن استشهادهما ومن الحديدة إلى يافع والتي تشهد حدودها اعتداءات حوثية متواصلة فقد شنت الميليشيات الحوثية اعتداءات في محاولة منها لاحتلال منافذ مهمة مطلة على يافع مما يسهل استغلالها في تهديد أمن واستقرار الجنوب وقال الموقع الرسمي للقوات الجنوبية درع الجنوب إزاء تلك الاعتداءات التي تتواصل وتواصل القوات المسلحة الجنوبية نجاحاتها الميدانية في دحر هذا الإرهاب الغاشم وفرض معادلة الأمن والاستقرار وكبح جماح الإرهاب المعادل الجنوب ووضح الموقع الرسمي أنه خلال الساعات الماضية تصدت القوات المسلحة الجنوبية لهجوم شنته ميليشي الحوثي الإرهابية بجبهة يافع الحدودية ذكرت مصادر ميدانية أن ميليشي الحوثي الإرهابية شنت هجوم باتجاه مواقع القوات المسلحة في جبهة يافع لافتا إلى أن القوات تصدت لها بكل قوة وحزم حيث لقي أكثر من 15 مسلحا حوثيا مصرعة هذا وأكدت مصادر محلية بمحافظة لاحج أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الجنوبية وجماعة ميليشي الحوثي في جبهة الحد بيافع استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة إثر محاولة فاشلة لميليشي الحوثي للتقدم والسيطرة على مواقع عسكرية واستراتيجية وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من الصفوفة الأمامية لألجبها قائد محور يافع العقيد عبد العزيز المنصوري أهلا بك معنا عقيد عبد العزيز يا مرحبا في البداية لو تطلعنا عن آخر مستجدات الميدانية على جبهة يافع شكرا لك عبد العزيز بالنسبة لأخر مستجدات كما سبق ذكره أن الحوديين حاولوا وكاوهم الحال باستمرار الوصول أو لتحقيق أكبر قدر من الإنفارات في هذه الجبهة كما في عدد من الجبهات الأخرى ولكن خلال هذا الأسبوع كانت الهاجمات أكثر أمت ومحاولاتهم مجتمئة للوصول والسيطرة على موقع أو بعض المواقع إلا أنهم تكبدوا الحسائر الفانعة ورغم حسارتنا أيضا بعدد من الشهداء إلا أن ولله العبد تم دحرهم ونازم نثابتون في موقعنا وفي أرضنا رغم هذه التضعية التي قدمها أبطالنا في الصفوف الأمامية نعم سيدة العقيد وأنتم الآن تقفون على خطوط الجبهات ما الذي توقع أن يحدث في المرحلة القادمة لا سيما بعد الاجتماع الذي ضم اللواء الزبيدي بقيادات عسكرية أخير العزيز بالنسبة لما توقعتنا نحن ندرك أن الحرب هي وسيلة وليس هدف وعدونا يدرك ذلك وما يدور أو ما يتم خلال ما نسمع عن المفاورات الجارية أو محاولات هذا العدو لتحقيق انتصارات سياسية عبر ترادفها أو محاولات لتحقيق انتصارات على عرض الواضع أو انتصارات عسكرية فهو هادف إلى أن يبتز المجتمع الدولي ودول التعالف لتمكنهم من تحقيق أكبر قادم من المكاتب نحن مستمرين في الدفاع ومستمرين في تمثير أوامر قيادة السياسية والعسكرية وبإذن الله المنتصرون والحرب كما نقول هي سيال ومع كل محاولاتهم ومع كل تضحياتنا وإن كانت تضحياتنا كبيرة بالنسبة لنا لأننا نقدر قيمة الإنسان ولكن مع كل هذه التضحيات فخصائر العدو أبعاث مضاعفة لما نقدمه من تضحيات لأنه لا يهمه أن يضحي بالآلاف أو أن يتكبد الخسائر الكبيرة لأنه لا يقدر قيمة الحياة فهو يدفع من آخرين في سجيل تمكين سلطته وتثبيت النظام السادة والعبيد لتصبح عمر راضع وبذلك نرى أنه يحاول أن يبني دولتي أو مملكتي على حساب الغباء والأغبياء وعلى حساب الآلاف من الأرواح التي يريد أن يبني فرحه العالي على حساب هذه الجماد سيادة العقيد اسمح لي سيادة العقيد ما الدافع وراء هذا التصعيد الحوثي باتجاه محافظات الجنوب لا سيما بعد الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية في أبيان على التنظيمات الإرهابية أخير عزيز الدافع كما قلت لك وكما ذكرت في إجابتي السابقة أنه يحاول تحقيق أكبر قد من الانتصارات ويكون قويا في طاولة الانتصارات فما يقوم به هو تضحي بآلاف مؤلفة سواء في هذه الجبهات أو في الجبهات أخرى بهدف تحقيق مكاسب سياسية لن يصل إليها في أرض الجنوب وما يدور من خلال ترادف المعارك في الجبهات بالإضافة إلى الحرب الدائرة في شبوة وفي أبيان على الإرهاب يدل دلالة قاطعة على أنهم وجهان لحوثي والإرهاب هو من صناعة واحدة وهما يتبادلان الأدوار وإن ظهروا بتباعت فيما بينهما إلا أنهم يدل الواقع على أنهم من المصدر واحد أو يمثلان أجندة واحدة شكرا جزيلا العقيد عبد العزيز المنصوري قائد محور يافع كنت معنا عبر الهاتف أخبارنا مستمرة وتتابعون بعد الفاصل منظمة أطباء بلا حدود تعلن عن اختطاف اثنين من موظفيها في مأرب وأيضا في مأرب حريق يلتهم عشرات المأوى للنازحين ويقضي على مواقع سكانهم عدنا لكم من جديد اختطف مسلحون مجهولون أمس الاثنين موظفين اثنين يعملان بمنظمة أطباء بلا حدود الدولية في مأرب وفق مصادر محلية في المحافظة وفق ما تنقلته وسائل إعلام محلية ودولية قالت أن مسلحين مجهولين اختطفوا اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في مأرب أحدهما ألماني والآخر من ميانمار مشيرة لأن الموظفين كان قد قدموا صباح أمس الاثنين من مدينة سيئون إلى مأرب قبل تعرضهما للاختطاف كما أعلنت من جانبها منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها فقدت أمس الاتصال باثنين من موظفيها وأضاف البيان أن المنظمة حرصا منها على سلامة العاملين فيها لن تشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت وهذه المرة الثانية التي تعلم فيها منظمة أطباء بلا حدود عن حادث من هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من عام ونصف وكانت المنظمة قد أعلنت في مارس من العام 2022 عن اختطاف اثنين من موظفيها من قبل مسلحين قبليين بينما كانوا في طريقهم من محافظة حضر موت إلى مأرب قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا في سبتمبر من العام ذاته ونبقى أيضا في محافظة مأرب حيث شبى حريق جديد في مخيم لنازحين ملتهما أكثر من سبعين مسكا للمشردين من حرب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وفق ما نقلته وكالة العين الإخبارية عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين بمأرب وهي وكالة حكومية أن حريقا اندلع في مربع ستة عشر التابع من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أكبر مخيم لنازحين في اليمن دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق وأضافت أن النيران التهمت أكثر من سبعين مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين إضافة إلى مهاجرين أفارقة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا بشرية وأنشدت الوكالة الحكومية شركاء العمل الإنساني وفي مقدمتهم المنظمة الدولية للهجرة المسؤولة عن إدارة مخيم الجفينة بسرعة التدخل وتوفير احتياجات النازحين من مأوى وإيواء وغذاء ومياه وغيرها وتحتضن مدينة مأرب وحدها أكثر من 90 مخيم تأوي فيها ما يزيد عن مليونين نازح يشكلون من نسبته 60% من النازحين في اليمن تم استقبالهم منذ أواخر العام 2014 عقب انقلاب ميليشيات الحوثي وتفجير الحرب المدمرة في البلاد وإلى هذا الخبر الأخير دشن وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري بالعاصمة عدن العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي والثانوي 2023-2024 وفقا للتقويم الوزاري وخلال التدشين اطلع الوزير العكبري على سير العملية التعليمية وأكد الوزير العكبري على أهمية التعليم في بناء مستقبل الأجيال في بلادنا مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود وذكاتفها لإنجاح العملية التربوية والتعليمية مشددا في ذات الوقت على الانتظام والالتزام بالتقويم المدرسي وحي وزير التربية كافة كوادر ومنتسبي القطاع التعليمي في محافظات أو في المحافظات كافة على جهودهم في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن مؤكدا على استشعار قيادة الوزارة لمعاناة المعلمين وحقوقهم والمتابعة المستمرة لها ويبلغ إجمالي الطلاب الدارسين لهذا العام نحو 2.500.000 طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي وفي عموم المحافظات حيث انطلق العام الدراسي الجديد بالتزامن مع حملة العودة للمدارس التي استهدفت المحافظات من خلال توزيع الحقائب المدرسية للطلاب من الصفوف الأولى وحتى الصفة السادس الأساسي وللحديث حول هذا الموضوع ومدى استعدادات التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد تنظم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نوال جواد مدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن أهلا بك معنا دكتورة نوال أهلا وسهلا فيكم دكتورة ما هي الاستعدادات المبذولة لهذا العام الدراسي الجديد وحجم المعوقات التي تواجهكم كجهة رسمية طبعا تم الاستعدادات كانت في المرحلة الأولى كانت هناك استعدادات وكهيئة من قبل مكتب التربية في عدن وأيضا مديريان التربية في شكل عام والمدارد كانت بداية التهيئة بتاريخ 13 أغسطس كان هناك لقاءات واجتماعات استعدادات وتجهيئات المدارس بكل أنواع الاستعدادات لترتيب البنية التحتية بقدر المستطاع بوفق الإمكانية وبعد كده اقتدأ مثل معك الكل إعلام كانت تاريخ 27 أغسطس بداية أول يوم تتسمى التدشيب مع وزير التربية والتعليم الإنفكتور طارق العكبري وأيضا مع السلطة المحلية بمتوكلة بمعالي محافظة عدن الأستاذ أحمد الأمنة في تدشيين اليوم المدرسي كان يوم متميز برغم كل الصعوبات برغم كل الإمكانيات الشحيحة إلا إن كانت محافظة عدن دشنت في جميع مدارسها مدارس الحكومي الأهلي والخاص كان هناك حضور من الطلاب والمعلمين والإدارات المدرسية وطبعا ما الكل يعلم شريكنا الأول والأساسي في تفعيل وتطبيع هذا العام الدراسي هو ولي الأمر التي أثبت فعلا تفاعله مع الأملية التعليمية شاكرين له من خلالكم نعم تقديرا كم يبلغ عدد الطلاب والطالبات لهذا العام الدراسي في المدارس أكان على المستوى العام أو المدارس الخاصة طبعا مثل ما تعلموا وضع عدن وضع استثنائي في هذا الظرف الذي مر فيه طبعا المزوح مستمر على محافظة عدن فالإحصائية دائما نوضع إحصائية اليوم بعد ساعة ممكن أن يكون هناك في تغيير برقم رقمين وهكذا لكن الأماني الآن حاليا حتى الآن 35118 وهو طلاب بشكل عام تلاميذ طلاب بدارس محافظة عدد أساسي والثانوي أما في عدد حوالي 12 بقى تفصيل مئة واثين وعشرين ألف وسبعة وثلاثين هذا طلاب الأساسي أما طلاب الثانوي فكان أنا حتى اللحظة أثنين ثلاثين ألف وثلاثة وثلاثة وثلاثين هذا العدد للطلاب نعم سؤال آخر دكتور نوال هناك شكاوى تصل بخصوص رفع رسوم الدراسة في المدارس الخاصة لدرجة أن بعض المدارس الخاصة أصبحت تفرض رسوم بالدولار أنتم كمكتب معني ما هي مواقفكم والإجراءات التي تتخذونها في هذا الجانب بحق المدارس التي تفرض رسوم ربما تكون مبالغة طبعا نحن بنوضح من خلالكم ونشاكل لكم بهذا السؤال وهذا السؤال طبعا مهم بالنسبة لولي الأمل هناك شيء مفقود عند المستمع وعند المتابع لهذا الموضوع فمثلا نحن كمكتب تربيع وتعليم بالنسبة للمدارس الحكومية منطلق من هنا هذا العام حددنا وألزمنا كل مدارس الحكومي لـ 150 فقط ريال يمني و 200 ريال فقط للثانوي الأسعة 150 والثانوي 200 ريال فقط يمني بوثق اللائحة برغم أن اللائحة هذه ما تتغيرت وقديمة إلا أننا صرينا وألزمنا كل المدارس ما لم تتخذ فيه إقراءات كانت قانونية وفعلا تم هذا لكن المدارس الأهلي والخاص مثل ما أتفضل بهذا السؤال اللي غايب على المجتمع بشكل عام لكن لا يغيب على التربويين والمعلمين بالخصوص هذا التعليم الأهلي والخاص نحن كمكتب تربية نتابع الأملية التعليمية وشروط المعايير اللي تبنى عليه هذه المدرسة فهناك لجنة يتم من خلالها تقييم العملية كيف تتم عملية تعليمية وكيف يتم استقطاب المعلمين وأيضا كيف تبنى المعايير لهذه المبنى لهنا أمورنا صحيحة فيتم عندنا فتح الترخيص لكن اللي غايب الحلقة المفقودة من يحدد الرسوم طبعا وزارة التربية والتعليم هي من تحدد بعد ما يرفع تقييم من عندنا فتكون هناك المعايير ترفع بهذه الصورة هناك مدارس A في مدارس B في مدارس C الـ A طبعا اللي تكون هناك الوزارة لما يرفع لها تقريرنا لأن الوزارة تحدد رسوم الأسماء أو المدارس المحددة بهذا الرمز وهكذا وهناك لبين وهناك لفي يعني مكتب التربية لا يتم من خلاله تحديد رسوم المدارس الأهلية والخاصة أيضا نكون من جهة غير مستفيدة إذا رفعنا أو نقصنا لأننا فقط نحن نعمل على تقييم والعمل مثل ما قلنا سلفا لكن الرسوم والنسبة من الرسوم تروح للسلطة المحددة في المديرية فهنا الناس غير واعية أو غير فاهمة باللواحة اللي ينتصب عليها هذه الآلية لكن هنا نحن عملنا إجراء الآن حديث نزلنا لجان ونحن بشراكة مع وزارة التنبيع والتعليم حتى نصبب على هذه التساؤلات لجان مشتركة ما بين مكتب التربية مع جهات مختصة من المختصة في مجال التوقيب والتعليم والمشاريع وأيضا من الوزارة وأيضا أخذنا من السلطة المحلية كشركاء لتحديد هذه الأمور أستاذ نوال جزية أخرى نتحدث فيها وهو الكتاب المدرسي الذي ينعدم في المدارس ويتوفر بيعه في السوق السوداء والبعض يتهم جهات تربوية رسمية لأنها هي من تلعب دور السمسار والسماسرة ببيع الكتاب والمنهج المدرسي في السوق السوداء ما ردكم على هذا؟ طبعا أنتم أعلموا والكل يعرف ونحن كأولياء أمور قبل أن نكون هنا في مواقع هذه موضوع الكتاب المدرسي سعلا تحدي موجود كبير بالنسبة لمدارسنا ولمدارس كثير من المحافظات المهردة فالكتاب المدرسي فقدت من فترة وتدخلت في أمور في تعطيل المحتوى وكذا فالموضوع الآن بيد ودارة التربية والتعليم لعمل المعالجات وتفضل الوزير التربية قبل فيوم التكشين قبل يومين فتفضل هو ساعي لمعالجات هذا التحدي الكبير من الكتاب البدل ماذا عن تأخر رواتب المعلمين وموظفين التربية؟ ما سبب ذلك؟ ما لرواتب المعلمين؟ ماذا بشأن تأخر رواتب المعلمين وأيضا موظفين التربية؟ فعلا هذا حصل إلى يومنا هذا وإلى المحظة هذه ونحن في اجتماعات متواصلة إلى الوقت هذا ونحن في مكاتبنا نتواصل ونعمل المعالجات لوضع حلول لهذه المشكلة الموضوع أنه مثل ما الكل عارف في تعميم فيصبح الرواتب في تجهات الموزير المالية تكون عبر البنوك فهنا الشارع التربوي المعلمين بشكل عام هذا يعتبر تحدي من ضمن التحديات بتعاني التربية والتعليم طبعا إن تتعرفوا الفئة الكبرى في المحافظة هي فئة المعلمين فالآن لما أنا أقول تحول إلى البنوك فهنا نتوقع أكيد تكون زحمة خاصة ونحن شرحنا في مدكرتنا التي ينتشر في جميع التواصل الإجتماعي هذه الأمور التي هي ممكن أن يكون منك الزحمة بتعرقل الأملية التعليمية بتعكس على ميدان التربوي التعليمي الزحمة بتعرقل المعلم لحضور حصة الدرسية في وقته المحدد دكتورة هل هذا الموضوع علاقة برفض موظفي ومعلمي التربية وتحويل مرتباتهم التي الآن تتحدثين عن جزئية البنوك هل هكيا توضحي لنا هذا باختصار فعلا فعلا هناك ستكون هناك عرقلة كبيرة وخاصة هذه التدربة قدمت من بعد الحرب 2015 وتعرضنا من أجيب من المساكل في هذا الجانب دعمة البنوك أيضا السيولة غير متوفرة وهكذا فهم قد جربوا هذه الأمور في البريد جربوا في بنوك مثل هذه البنوك المعروضة فكانت هناك فشل هذه التدربة فالآن لا داعي لتقرارها وخاصة في الأوضاع مثل هذه الأوضاع التي تمر فيها البلاد شكرا لك دكتورة نوال جواد مدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن كنت معنا عبر الهاتف مشاهدين الأكارم والأفاضل نكون بذلك وصلنا إلى ختام هذه الجولة نشكركم على حسن المتابعة فلأسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول إلى اللقاء